يواجه مطور العقارة في الصين أزمة في الترويج لسنداتهم عالمياً بسبب الاضطرابات التي تواجه أفرغراند ولم يتمكن سوى مطور عقاري واحد من بيع سندات خارج الصين منذ أن تخلفت أفرغراند عن سداد مدفوعات فائدة بقيمة 83.500.000 دولار الشهر الماضي وفقاً لبيانات بلومبرغ فإن نحو 46% من السندات الدولارية المتعثرة التي يبلغ إجمالي قيمتها 139 مليار دولار تابعاً لشركة داخل قطاع العقارات الصينية